السلام عليكم من جديد نصل الى الفقرة الاخيرة دكتورة امينة نصير توضيحات تعليقات على ما طرح في هذه الجلسة العلمية الرائعة في البخاري عندما يقول ودخلت المرأة السفعاء واشتكت السفعاء يعني ايه السفعاء يعني دخلت الاول بوشها فعلا واش لا نقاب ولا غير والسفعاء اي السمراء المشربة بالحمراء يعني واحد الحديث في البخاري يصف المرأة بصوتها بوكهها ودخلت واشتكت ووصف وجهها انها امرأة سمراء بحمراء اذا مسألة الوكه دي الاغلب فيها المورسات المتداخل فيها وحتى في عصر الصحابة مثلا عبدالله ابن مسعود قالت لا دنبوت هو رجل بدوي وهو ما ورثه من هذه القضية ما زال مرسخ ويهم ان تبقى فيها القضاء ليس من شروط الذكورة على فتح القضاء هناك مثلا امام الطبري وهناك الامام ابن حزب كلاهما لا يشترد الذكورة بالنسبة للقضاء اللي امام الائمة ابو حنيسة كان توسط في الامر قالت تعمل في القضاء في كل ما يؤخذ به شهدتها وحجز عنها الجرائم اللي هي فيها الدماء لان قالت ده ربما هو عطف على المرأة احس بان دي مسألة صعبة ان هي تقعد وتشهد او بعدين تقعد وتحكم فيها فده اللي حجزوا الامام ابو حنيسة احنا عايزة اقول كلمة للمشاهد والابنات العزيزة الامام احمد ابن حنبل امام عظيم وكان له دور خطير جدا في حرفه على شكل النصوص وكان يقال عنه انه يأخذ بالنص الضعيف ويقدمه على الاكتهاد ليه؟ ما احنا للأسف احنا ناخد كلمة ونجري بيها ما نعرفش حيثياتها واسبابها قالوا لان هذه الفترة حدث فيها ان الجنسيات تدخلت واللغات تدخلت والثقافات تدخلت فكان حريصا كل الحرص وعش كده مشند الامام احمد ابن حنبل اللي فيه مئات الالاف من الاحاديث وفيه الالاف من الاحاديث الضعيفة كان يأخذ بها ويقدمها على الاكتهاد عكس الامام ابو حنيفة مالك والشافعي اختلفوا في فترات العمل يعني الشافعي ماذا تريدين ان توصل لنا من خلال هذا؟ اوصل ان احنا ابنائنا اخذوا بزواهر النصوص واثقلوا انفسهم بها ولم يقدموا الاكتهاد فيها او مراعاة مستجدات العصر انا في عصر الان حزيز علي ان انا اخذ سيارة وانا مستخبية اين انا حق ان انت اللي بجواري معلش على التشبيل ان انت اللي بجواري تحملي سكينة ولا تحملي رشاسة وخاص احنا في مجتمع بقى ممتلق بالقضايا وممتلق بالجمهور المخيفة اكيد انت خبية تحت النقاب يعان لو انا لابت اجيبها انا مش بتكلم عليك انت انا بتكلم على المنتقبة التي تقود السيارة المئة دواتي بقينا كلنا بالهوية ادخل البنك بواكه ومعرفتي اركب الطيارة بواكه اقود السيارة بواكه ادخل ايادة بواكه يعني لا تحرميني حقي ان انا اعرف من اللي تسيره اماني انا ما بحرمش حق واحدة تلبس اللي هي عايزة طب اقولش اللي بشعرها هلبسي طرحة مايجيش غيري تقولي ارفعي نقابك او اخليها عشان اشوفك دي حريتي الخاصة اللي انا اخترتها واين حريتي انا حريتك استعملتيها في لبسك مايجيش حد يفرط حريتك على لبسك وانت المواطنة معي في المقتلق وبعدين مسألة الامن والامان دي شغلة الامن مش شغلتي انا مايجيش يقوليلي اشيلي نقابك خالص علشان الامن لا فيه دلوقتي نساء مسؤولين عن الامن دي وظفتهم مايجيش بيروح على البيوت انا لسا هقولك من شهرين انا نزلت من العربية كنت في حلقة وطلع على السن لقيت واحدة زي بنت العزيزة يا دكتورة يا دكتورة استنى عايزة اسألك حاجة بس تلاقي لا تسأليني ايه الساعة نصر في البيوت ومن قدران ان انت شدت اصلا ومن قدران انك لا تحملي سلاحي ورحت متملة السن لمدخل الاسن فيه هنا انتقصة حق لماذا المعض يسأل يعني لماذا دائما على المرأة هي ان تخفي كل معالم اثارة الرجل ولا يفرض على الرجل ايضا بدوره ان يخفي هو ايضا ما للمرأة احساس ما للمرأة شعور يعني متل ما انه على المرأة ان تخفي شعرها ان تخفي جسدها ان تخفي كل ما يمكن ان يثير الفتنة وغرائز الرجل لماذا لا يفرض هذا ايضا على الرجل ما هذا سطوة كي لا تثير غرائز المرأة هذه هي السطوة جنوع من السطوة هو غد البصر للطرفين للمرأة والراجل لان قلق كل المؤمنين وكل المؤمنين غد البصر للطرفين طيب بس ما انت بالشكل اللي انت موجود فيه يعني انا مش بحاجة غد بصر لان انت بالطريقة اللي عاملتيها انا لو بصيت لك لا يوجد مجال لأمور لا سمح الله انه احد يفكر فيها ولكن نحن كرجال نحن كرجال نحن عندنا مطلق الحرية ننوجد قدامكم باي طريقة من الطرق فلماذا يعني لماذا ما يحق لي لا يحق لك استاذ طولي انا عايز اقول لك كلمة كده واسيبه الفرصة الغير النقاب في هذه المرحلة وهذه الحياة اوجد لا تكلم فقط عن النقاب لا لا اوجد ريبة في المجتمع والريبة في الاسلام محرم ازاي ريبة لما العلماء قالوا فرض في زمن الفتنة هل احنا بنبنى على الفتنة دلوقتي لا تتحرش حتى بقى للمنتقبة نفسها طيب يعني ما فيش اسفا امن ولا الفتنة موجودة موجودة بل اشد من زمان كمان طيب دكتورة اختاري احدى ضيفاتي وتوجهي لها لهم بسؤال اذا سمحتك انا الحقيقة برضو بتوجه للاستاذة انجي واقول لها لابد انها تأخذ الامر باجتهاد المضي سؤالا سؤالا توجهي بسؤال عايز ان انا اقول لها السؤال طيب انت دلوقتي عندما اقول لك ان لك حاجات حريتي ان اعرف من اللذي بجواري وانا اسيره في الشارع ليه حضرتك من النساء تشوفيني عادي ونسوف بعض ونتكلم مع بعض ايه المشكلة؟ لا سيبت مني ان احدواتي قاعدين في هذه الجالسة انا بتكلم زي ست اللي وقفتني بالليل وتقول لي انا عايز اسألك يا دكتورة السؤال اين هذا؟ طب ايه المشكلة؟ اوجاتك الريبة عندي ليه؟ ليه انا ادخل في هذا الشك وتخليني اسارع واطلع على الاساس للاساس بقى ده ده التشويه بقى اللي على طول بيقولون المنتقبات ارهابيات والمجرنات والمستخبين تحت النقاب عشان كده الناس بتخاف من ايه المنتخبين ده ممكن هوية متكونش امرأة اصلا بيبان من الصوت من بيبان طب انا كنت في مرة دخلة مول من المولات يعني عشان اتسوق والبنت الوفى بتاعت الامن وساعتها كنت نسيت الجوانتي سبحان الله يعني المهمة بتقول لي انا عايزكي بس على جنب كده اتأكد ان انت سبق قلت لها يعني انا ادايا باينة كده ومش باين عليها سبت خالص ده انت دمرتيني قبل حبيبته لما انت اتقيت العيون كلها انا شايفة ان خاتمك ده ينفت النظر لا يتسق مع مظهر ازاي ما فيه دلوقتي عبيات بتبقى برضو مشغولة والناس كلها بتخرج فيها انا انا هذا المظهر ولذلك انا بحب دايما اقول لباس المرأة المحتشم 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 في المظهر والمحتشم في المظهر انا لاب مش في الخاتم لا 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 ما هي ابرز تعليقاتك او توضيحاتك في الدكتورة ان ازاي مرأة تقعد اتناشر سنة تنزف ولسا عايش في الطب حضرتك بتسألي ولا بتسألي اه لا من ناحية في الطب طبعا احنا لما بنقول بتنزف مش معناها ان هي بتنزل الكميات اللي تتعارض مع انها تبعيشها لكن معناها انه باستمرار في سبوتنج في تنقيت دم ده اللي بيتعارض مع ان هي ده ببقى اكتر كمال من النزيف الحاج بس ده اللي حصل وانفقت كل معيشاتها على الاطباء ولم يجدوا معها شيئا وبعد كده هي امنت انه الله هو الوحيد القادر انه هو يشفيها ولهذا قالت إلا ما استهد بس اوبك اشف كما بدك تنهي الحلقة بقراءة اه انا بالضبط انا كنت عايزة اقول انه مثلا من اسفار الامثال اللي هي اللي بسيدنا سليمان الحكيم النبي والملكة المعروف لكن كان مثلا يقولك الامراء الفاضي امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللقالق اللقالق في ترجمتها الحقيقية الروبيز اليقود اللي كان بيتعمل عشان لو اتأثر ملك يفضى بيها ثمن الامرأة الفاضلة يفوق اللقالق ده اللي جاء في الكتاب المؤدس وجاء من امثال سليمان الحكيم اللي اخواتنا المسلمين مقتنعين بها تماما فلندرس معا ده علشان يقولك اليها يطمئن قلب زوجها تعمل بيديني راضيتي يعني وهي بتشتغل بتشتغل تجلب طعامها من بعيد تقوم قبل طلوع الفجر لتعطي لأهل بيتها طعاما تتأمل حقلا فتشتريه يعني هي مش لازم تبقى بس في البيت تتأمل حقلا فتشتريه وبتمر يديها تغرس كرما فراجها لا ينطفئ في الليل جمال جمال لأنها تغزل بيديها صوفا يا جماعة هو ده اللي موجود اللي موجود كتير اللي مشترك كتير لو احنا حبينا ان احنا نتكلم في الكلام ده مش هنشبع انا لما بقنا عيانتي المسلمة او عيانتي المسيحية باستخدم اقوال مشتركة بقول لها لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ولا تجرب الرب الهك الكلام اللي من ربنا بيوصل الكلام اللي من القلب بيوصل سؤال اخير انجي بتشبهك بتشبهني نعم شور بتشبه طبعا بتشبه مش انسانة اكيد مش انسانة مش خليعة جميع الرسالات السماوية من ربنا سبحانه وتعالى نزلت بدين واحد بس هو الاسلام للكل باختلاف الانبياء باختلاف الرسالات يعني اليهودية اسلام المسيحية اسلام الاسلام اسلام ده لنا مقتنع به تماما وعلشان كده هتلاقي تشبه كتير جدا ما بيننا في كل الكتب بتاعاتنا دكتورة بتشبهي مصرية زي طبعا مصرية وبعدين احب اقولك حاجة ده الجانب الوحيد وبعدين احب اقولك حاجة كمان احب اقولك حاجة كمان ان المرأة المنتقبة هتلاقيها اكتر واحدة بس هو دافة طبعا انت الانسان مثلي مثلي انت المواطنة مثلي هتلاقي انت المكرمة والله بالمناسبة ده هقولك حاجة لطيقتي تفكروني بحاجات حلوة كانت دعيت لجينيفا مع 25 شخصية من جميع الاديان الموجودة والمنقاردة جات المانيجر طلبت مني حاجة عجيبة فقيتلي امنوا سير بليز قديمي نفسك الصبح في الاراوند تيبل ديه وقوليولهم من انت انا طبعا طلعت في جملة واحدة فانزلت وقولتلهم صباح الخير عليكو جميعا انا المسلمة التي تحب الانسان من اي لونة من اي جنس من اي عقيدة انه الانسان المكرم في الارض والسلام عليكم وشكرا لكم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة